السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله فنسأل الله جل جلاله ان يرحم عباده المؤمنين ونسأل الله سبحانه وتعالى في الدعاء الناصري المعروف كانوا نسك قولوه الدعاء الناصري نحن في امس الحاجة ان نقوله في مثل هذه الضرفية الصعبة للغاية الدعاء الناصري هو فيه تجليات ربانية عظيمة وفيه نور وفيه رحمة وفيه استغاثة بالله جل جلاله فنسأل الله سبحانه وتعالى بفضله ونسأل الله تعالى بمنه ونسأل الله تعالى بجوده ان ينصر عباده المؤمنين ونذكر به لما نقول يا من الى رحمته المفر ومن اليه يلجأ المدتر ويا قريب العفو يا مولاه ويا مغيث كل من دعه بك استغتنا يا مغيث الضعف فحسبنا يا رب انت وكفا فلا اجل من عظيم قدرتك ولا اعز من عزيز سطوتك لعز ملكك الملوك تخضع تخفض قدر من تشاء وترفع والامر كله اليك رده وبيديك حله وعقده وقد رفعنا امرنا اليك وقد شكونا ضعفنا عليك فارحمنا يا من لا يزال عالما بضعفنا ولا يزال رحما انظر الى ما مسنا من الورى فحالنا من بينهم كما ترى قد قل جمعنا وقل وفرنا وانحط من بين الجموع قدرنا واستضعفونا شوكة وشدة واستنقصونا عدة وعدة فنحن يا من ملكه لا يسلب لدنا بجاهك الذي لا يغلب اليك يا غوت الفقير نستند عليك يا كهف الضعيف نعتمد انت الذي ندعو لكشف الغمرات انت الذي نرجو لدفع الحصارات دعاء جميل وطويل وعريض نسأل الله تعالى ان يجعل الرحمة تنزل في قلوب العباد والامن والامان ينزل في ربوع الناس ونسأل الله جل جلاله ان يرحمنا برحمته الواسعة لا الى الا الله اللي قال واحد دعاء اللهم انت ربي خلقتني لا الى الا انت وانا على وعدك وعهدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما استطعت ابوء لك بنعمة يا علي وابوء لك بزندي فاقصد لي فإنه ولا يغضر الضنوبة لا انت يا رب العالمي عفت يبدو عاش نقال في النبي صلى الله عليه وسلم في الاخر قال لك اللي قاله في العشية يعني ومشتشت الواسعة قدر الله الواسعة ما مشتشت الواسعة لركت الجمه ما شاء الله والله سبحانه وقد يبسط يده في النهار يعني يبسط يده في النهار يعني للمؤمنين ليتوب مسئول النهار ويبسط يده في اللي لأجف يعني ليتوب مسئول النهار يعني يعني الى أيكول الله كنشكرك على هذه التوجيهات طيبة سياسين رجل فاضل والحمد لله من أهل القرآن وهذه إشارة مهمة للغاية فعلا الله سبحانه وتعالى لما يقول يخاطب المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أي خطاب يبدأ بهذه الآيات العظيمة يا أيها الذين آمنوا يعني ربنا عز وجل يثير فينا شارة الإيمان شارة الإيمان كل واحد فينا فيه الإيمان بالداخل كيف يقول لك الله تعالى يقول لك يا فولان انترك من المؤمنين يا أيها الذين آمنوا والآية الذكرتها ده بالآن المجتمع الدولي الآن في أمس الحاجة إليها كان سبقها وترجمها وقالها رئيس للأمم المتحدة يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في السلم كافة قال لك رئيس المتحدة يكفي أن هذه الآية في القرآن الكريم العالم كله يصير يصير كله مؤمنا ويصير آمنا مطمئنا كان قلحت شكوا بعض الناس الرئيس للأمم المتحدة قالوا يقول لك مسلم هذا الكلام يقول لك المرة مسلم تلأخ اللحظة ويغير جميع الأقوال دياله لأنه تعرض للترهيب وبدأ يقدم الاعتدار ولا حول ولا قوة إلا بالله فمعنى الآية ادخلوا في السلم كافة يعني الناس كلهم جميع الديانات جميع الشعوب جميع الدول ينبغي أن ندخل في السلم كافة السلم هو هو مؤشر الحياة لأن الله تعالى هو واهب الحياة وربي أردنا أن نكون صناع الحياة لا صناع الموت ولا صناع الضمار ولا صناع الخراب ولا عياد بالله ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان لم يقل تتبعوا الشيطان خطوات بمعنى إبليس ما كيجيكش مباشرة عمرو ما غيجيك ديريكت إبليس عمرو ما غيجيك ديريكت إبليس عمرو ما غيجيك في الصورة يقولك ها أنا دا لا شفتين انت قد قل انت إبليس وغت بعد من طريقه لكن هو عنده خطوات كيجيك إبليس وكيجيك بالإغراء في الأول بحل ضامة ملكة العم ضامة مع شي حد وكيقول لك ها ككل هادي هزيد كل هادي أم البعض كيقول لك سير ضيم يعني مشاه مع الواد ودالي كل شي هذا هو إبليس كده يفعل كيبدي يزييك الأمور وكيبدي يزوق لك الأمور أم البعض تجد نفسك قد وقعت في الشبكة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وما يدو الشيطان هو عدو السلم والسلام والأمان هاد الحروب اللي قائمة هاد الحروب رأي إبليس كيلعب كيلعب كيمشي عن القلوب الضعيفة كيمشي عن الضمائر الميتة كيمشي عن النفوس اللي كتقلب على المصلحة الداتية كيبدي يلعب عليها وقع ما وقع في العالم نسأل الله السلام والعافية وكان شهر قل الشياسين ذكرت لهذه الآية العظيمة ففروا إلى الله ففروا إلى الله هذه أعظم أعظم آية ممكن الإنسان يفتخر بها ويعتز بها ففروا إلى الله أن الله سبحانه وتعالى حينما تشتد علينا النكبات وحينما نشعر بالضعف والهوان ماذا علينا أن نفعل نفر إلى الله جل جلاله وكل من فر إلى الله تعالى إلا وربك سبحانه وتعالى أعطاه من الخيرات والبركات ما الله به علم كان الصالحون فيما كتوقع مثل ما وقع الآن في العالم العالم الآن مشتعل ممكن قل بأن العالم الآن التاريخ يكتب هذا المحطة اللي احنا فيه الآن التاريخ يكتب وذي كنت هو عبارة عن محطة مهمة من منعرج في تاريخ البشرية هذر فيك نعيشوها الآن أخطر من كورونا وأخطر من الزلزال هذه المرحلة هذه والتاريخ مليء بها يعني مش جديدة لنا مليء بها الصراع والقتال والضمار والخراب والأرواح البريئة تسقط مليء بها كان الناس إذا جاءت مثل هذه اللحظات كانوا يفرون إلى الله يفرون إلى الرحمن سبحانه وتعالى ويطلبون منه العون ويطلبون منه المدد ويطلبون منه النصر يا ما مرت على تاريخ البشرية وعلى الأمة الإسلامية محطات خطيرة جدا 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 حتى أن بعض الصالحين يقولوا بأن مرت فترات كان الناس يموتون يوميا بالألاف بل بمئة الألاف كانوا يموتون وكانوا تزهق الأرواح البريئة وكان هناك ذمار وخراب ولكن ماذا نفعل إذا لم تكن الكفة متوازنة ماذا نفعل وأن الله سبحانه وتعالى العلي القدير كان يلهم الصالحين إذا لم يستطعوا الدفاع كانوا على الأقل ينخرطون في الدكر ينخرطون ويطلبون من الله سبحانه وتعالى أنه يفرج وأنه يعطي العطاء فكان هناك من إلى رحمته المفر كانوا يقولون يا من إلى رحمته المفر هذه الأحداث كانت عظيمة وجليلة الناس يفرون إلى الله سبحانه وتعالى يفرون إلى الرحمن جل علاه يفرون إلى رحمته الواسعة يقولون يا من إلى رحمته المفر معروفة في التاريخ وفي الأدبيات للتجليات الربانية سبحانه وتعالى السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة